بعد أيام من المقابلات التلفزيونية والتسريبات صدرت مذكرات الأمير هاري في كتاب بعنوان سفير أو الاحتياط المذكرات تكشف تفاصيل دقيقة عن العائلة المالكة البريطانية وقد جذبها الكتاب الانتباه في العالم لأنه يكشف الصراعات الشخصية للأمير فضلا عن الاتهامات التي وجهها لأفراد في العائلة المالكة بمن فيهم والده الملك شارلز وزوجة أبيه كاملة وأخوه الأكبر الأمير ويليام العائلة المالكة لم تعلق على الكتاب أو المقابلات التي أجراها الأمير هاري حتى الآن على الأقل عموما أي صدن ستحدثه هذه المذكرات في الأوساط البريطانية وما أبرز ما ورد في هذا الكتاب معنا الآن من لندن المسؤول السياسي في جمعية الملكيين أفزال بيرفيز سيد بيرفيز مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كتاب طال انتظاره والكثير من البريطانيين تحديدا كانوا يتطلعون للحصول عليه لا أدري إذا كنت طلعت عليه أو على الأقل على ربما ريفيو لهذا الكتاب هل لك أن تطلعنا على أبرز أو ربما أكثر الأشياء إثارة التي وردت في هذا الكتاب ربما هذا لن يكون كافيا حتى أذكر ما هي الأشياء الخاطئة في هذا الكتاب وأنا نعم قد نظرت في الكتاب وتحدثت مع زملائي في الجمعية الملكية وهذا البوك ما فعله هو أنه لم يحترم المملكة المتحدة ولم يحترم الملكية البريطانية الملكية البريطانية تعود إلى آلاف السنين أو ألف سنة ومرت بالعديد من المحن والعديد من الأوقات والأزمات ولكنها ظلت لأنها هي نظام حكومتنا أو حوكمتنا هنا إذن ما فعله الأمير هاري أعتقد أنه لا يحترم الشعب البريطاني ولكن هناك شيء جيد أتى من هذا الكتاب ومن الحوارات التي أجراها وهو أنه طبعا أنكر بأن العائلة مثلا عنصرية وقال إنها ليست عنصرية رغم أنه في كتابه طبعا أعتقد أنه على الأقل أنا سعيد بأنه قال إن العائلة ليست عنصرية لأننا لا نعتقد أنهم كذلك البعض يقول سيد بيرفيز أنه هاري لم يحقق حقيقة سوى المكاسب المالية من وراء هذه الكتاب هو لم يستطع أن يظهر نفسه كبطل ولم يستطع أن يظهر نفسه كضحية وبالتالي يعني هو على هذا الصعيد لم يكسب الكثير ربما حقق أموال طائلة من وراء هذا الكتاب ومن وراء السلسلة التلفزيونية البعض يتوقع بحدود 200 مليون دولار لا أكثر ولا أقل يعني على الصعيد الشخصي لم يحقق أي مكاسب سوى المكاسب المادية ما رأيك في ذلك؟ أعتقد أنه كان يدرك هذا جيدا هو وميغان ماركل كان يعلمان بأن هذا لجمع الأموال فقط ولن يحقق أي شيء دعوني أعطيكم مثالا في 2012 هناك مجلة إيطالية أظهرت صورا لكايت ميدلتون أميرة ويلز وكان طبعا صورة فاضحة وطبعا ذلك خلق أزمة دبلوماسية ونعلم أن مثلا مارتين باشير الذي يعمل في البي بي سي وطبعا استعمل تقريرا أو تقنيات صحفية لتحاور مع دايانا ثم تم توجيه اتهامات إليه بأنه اتخذته كالتقنيات غير الأخلاقية في الظرفين فإن أمير وأميرة ويلز ويليوم وكايت لم يستعمل هذا لمصلحتهما ولم يهاجم الإعلام ولم يقول إنهم يتعرضان للقمع أو غيره ولكن سكت باحترام ولم يستعمل هذا لمصلحتهما وبقي هدئين واستمر في حياتهما هذه هي طريقة العائلة المالكة تبقى هادئا وتكافح العواصف كما يقال أعتقد أن هاري عاش في تلك العائلة ويعرف هذا النظام ولكن طريقة فعله لهذا أعتقد أنها فقط لجني الأموال بالمناسبة حتى الآن سيد بيروفيز بيع من هذه المذكرات 400 ألف نسخة في صور مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية بحسب ناشر هذه المذكرات هذه المعلومات وردت قبل قليل دعني أسألك هل الأمير هاري برأيك يشعر بمرارة تجاه العائلة لسبب بسيط وهو أنه دائما كان ينظر عليه على أنه الاحتياط حتى والدة الأميرة الراحلة ديانا كانت دائما تقول وريث العرش والاحتياط لوراثة العرش هل يشعر مرارة بسبب هذا الموضوع العائلة المالكة البريطانية كما قلت عمرها أكثر من ألف سنة كان لدينا دائما هذا النظام وهو كان يعلم دائما بأنه جزء من التاريخ ولكن أعتقد أن الأمير هاري كان لديه جزء أو دور في العائلة ودور خاص أيضا في المجتمع البريطاني هو كان في الجيش مثلا وأيضا شارك في ألعاب رياضية مشهورة هنا في المملكة المتحدة وعمل من أجل الملكة ومن أجل البلد كان لديه وظيفة وكان لديه منصب إذن لا ينبغي أن يشعر بالمرارة طبعا من المعروف أن اللبن الأكبر هو الوريث للعرش فنعم أعتقد ربما أنه شعر بالمرارة ولكن أعتقد بأنه ربما من دون سبب بأنك ذكرت الخدمة العسكرية للأمير هاري سيد بيرفيز كان له تصريح لافت ومثير للجدل في الأون الأخير حول قيامه بقتل 25 من حركة طالبان عندما كان في الخدمة في أفغانستان البعض يقول هذه التصريحات لم يكن فيها قدر كبير من الحكمة البعض يقول كان فيها غباء كبير بأن يقوم بالإفصاح عن مثل هذه المسألة لأنها تعرض حياته للخطر في نهاية المطاف ما رأيك في ذلك؟ أعتقد بأنه كان من غير الحكيم أن يفعل ذلك وكان لديه طبعا خلفية عسكرية رائعة وعمل وخدمة للبلد خدمة رائعة ونعم الجيش لا يتحدث عن عدد الأشخاص الذين قتلوهم طبعا القتل هو جزء من القتال والمعركة ولكن هذا لا يعطيك الحق لأن تتحدث عنه إذن هذا الفعل الغبي أظن بأنه قد وضع في الخطر حياة كل أولئك الذين يخدمون في العالم والذين لا يزالون في الجيش ويؤدون مهامهم من أجل البلاد إذن كل هذا العرض أظن بأنه يضر أكثر مما ينفع إنه يضره ويضر المملكة المتحدة والعائلة المالكة وأظن فقط إنه كما قلت إنه على الأقل هو يجني الأموال وذلك على حساب زملائه الضباط والجنود طيب أخيرا سيد بيرفيز البعض توقع خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية أن يكون هناك نوع من إعادة لملمة صفوف هذه العائلة بعد كل هذه المشاكل والفضائح إلى آخر ولكن هذا لم يحدث هل برأيك الأمير هاري الآن حرق آخر جسر له مع العائلة المالكة البريطانية أعتقد أن العائلة المالكة معروف بأنها صبورة عائلة صبورة وصامدة وأيضا مسامحة وكانت هناك فرص للمصالحة قبل طبعا جنازة جلالة المالكة إليزابيث الثانية وحتى بعد حواره مع أوبرا وينفري ولكن أعتقد أن تلك الجسور ربما قد أحرقت تقريبا ولكن لن أكون متفاجئا إذا تصالحت العائلة المالكة في المستقبل فهذه الحديث من العديد من الخبراء والمحللين بأن العلاقة بين هاري وميغان يمكن أن ينفصل وربما هاري سيريد العودة إلى العائلة المالكة والعديد من زملائي يعتقدون أن العائلة ستستعيده هل ينبغي عليهم فعل ذلك؟ طبعا هذه قضية أخرى أنا ربما أنصحهم أن لا يفعلوا ذلك ولكن العديد من المحللين السياسيين هنا يقولون إنه ينبغي أن تأخذ منه كل ألقابه وأنه لا ينبغي أن يكون جزءا من العائلة المالكة في هذه الأثناء سيستمتع الأمير هاري وزوجته بالفروة الجديدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعيدا عن العائلة المالكة شكرا لك أفزال بيرفيز المسؤول السياسي في جمعية الملكيين كان معنا مباشرة من لندن